دلوقتي معاد موجز الأخبار معلمية شكرا شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المواطن المصري هو البطل الحقيقي للتنمية التي تشهدها البلاد وفي كلمته خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقالية وجه الرئيس السيسي الشكر للمصريين كافة ذو شدد الرئيس السيسي على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء ثلاثين مدينة من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية لفتا إلى أن بناء المدن الجديدة ليس رفاهية كما أكد الرئيس السيسي أن الشواطئ المصرية وخاصة في منطقة الدلتة منخفضة ومعرضة في حال ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مخاطر محتملة خلال الخمسين عاما القادمة مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على الشواطئ تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي كورنيش مدينة المنصورة الجديدة برفقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بقرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقالية وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المبادرة الرئيسية حياة كريمة بالمحافظة وشملت الجولة زيارة مدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعية حيث تابع الرئيس السيسي جهود مبادرة حياة كريمة في مركز شربين وأجرى حواراً مع بعض شباب مؤسسة حياة كريمة أثناء مروره على فصول مدرسة الحصص الابتدائية واتفقد الرئيس السيسي أيضاً نادي شربين الرياضية كما أجرى جولة تفقدية لجامعة المنصورة الجديدة بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إليفاد ألفرو لاريو في مقر الصندوق برومة وأكد شكري خلال اللقاء تطلع مصر لتعزيز النشاط التمولي للصندوق لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية لا سيما بمبادرة حياة كريمة كما شدد وزير الخارجية على التزام مصر بمواصلة التعاون القائم مع الصندوق مشيدا بالجهد الذي بذله الصندوق لحجد الالتزامات ببرنامج نوفي التي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا خلال مؤتمر المناخ كوب 27 من جانبه أشاد رئيس الصندوق بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ مؤكدا استمرار التعاون مع القاهرة أعلن الرئيس الأوكراني فلويد ميرزلنيسكي الخميس أنه تم الإفراج عن أكثر من 1300 أسير أوكراني أثناء عملية التبادل الأسر مع روسيا منذ بدء الأزمة في فبراير الماضي وذلك بعد عملية تبادل جديدة بين كييف وموسكو وشدد زلنيسكي أن كييف لن تتوقف طالما لم تسترجع جميع الأسر وأوضح مدير مكتب الرئيس الأوكراني أنه تم الإفراج عن 50 أسيرا الخميس بينهم مدافعون عن ماريو بول وأبستال مصنع الصلب في المدينة الوقع في جنوب أوكرانيا عبر الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إمانويل ماكرون عن رغبتهم في السعي معا للتوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية بدون تقليص دعمهما لكييف وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في واشنطن أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كان يبحث عن وسيلتنا لإنهاء الأزمة مشددا على أن أي محادثة مع بوتين ستجرى بالتشاور مع الجانب الفرنسي وحلف شمال الأطلسي من جانبه قال الرئيس الفرنسي إنه لن يدفع الأوكرانيين أبدا إلى القبول بتسوية يرفضونها أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما يؤيد مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا في العام 2023 ويمدد المرسوم السمح بنقل وسائل ومواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الأوكرانية حتى نهاية عام 2023 وكررت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني منذ توليها منصبها دعمها لكييف مشددة على أهمية حلف شمال الأطلسية وفي خطابها الأول أمام البرلمان وعدت بأن تكون شريكا موثوقا للنيتو في دعم أوكرانيا فردت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين بارزين على صلاط ببرامج الأسلحة في بلادهم بعد أن أجرت بيونجانج أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي وتأتي العقوبات الأحدث في عقاب تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في الثامن عشر من نوفمبر الماضي ووسط مخاوف من أنها قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية التي تم تعليقها منذ عام 2017 وقال جيك سوليبان من مستشار الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والديبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل